أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقب القاطرة الغارقة فهد حيث تم نقله إلى المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسيميل جثمان إلى ذويه وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كبينة المعيشة الخاصة بقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كباء قاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق 24 مترا من خلال مجموعات غطس متتالية